سيطرة رياضية ناحية العسكرية الأولى في البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية المنظمة باللواء السابع المدرع على مستوى بلدية التلغمة وأبانت على قدرات تنافسية قوية حصلنا على جل الميضاليات والكأس في البطولة الوطنية للرمي بالبندقية النصف آلية ونشكر قيادة جيش وطني الشعبي وبالأخص قيادة الناحية العسكرية الأولى على زوفير جميع الوسائل للتدريب والتحضير لهذه المنافسة تحصلت على المرتبة الأولى فردي تخصص دقة بفضل المجهودات المبذولة من طرف قيادة الناحية العسكرية الخامسة وكذلك المدرب المساعد الأول غول محمود وفي الآخر أشكر قائد اللواء السابع المدرع إلى ذلك وبالمقارنة مع البطولة التي أجريت السنة الماضية فإن التقارب في المستوى أعطى هذه السنة احتدام المنافسة بين الرياضيين نتيجة مشرفة بالنسبة لمجريات المنافسة جرت في ظروف جيدة لوحد فيها تقارب النتائج إن شاء الله يكون فيها باب مفتوح للمنافسة الدولية لرفع العالم في المحافل الدولية شكرا مرة أخرى على كل ما بذلتموه من جهد وتنظيم وما حققتموه من نتائج وتتويجات وفي الآخر أعلن رسميا باسم السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة على اختتام فعليات البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية وبهذا الاختتام تتجه الأنظار صوب النتائج المنتظرة ممن سيختارنا للمنافسة الدولية